من شماله إلى جنوبه يتحضر لبنان للانتخابات النيابية المقررة في أيار مايو المقبل واللافت هو ولادة طيف سياسي من مظلة ثورة السابع عشر من تشرين أول يسمى تحالف شمالنا هذا التحالف بدأ بانتخابات تمهيدية لاختيار مرشحيه ورحم الآن بضيف من بيروت جهاد فرح الناشط في تحالف شمالنا أهلا بك سيد جهاد حديث عن هذا التحالف الذي يبقى لافتا وبارزا على الساعة اللبنانية كيف يستعد للانتخابات التمهيدية تمهيدا لإفراز مرشحين يخذونا الانتخابات التشريعية المقبلة تفضل يعطيك العافية أول شيء تلاف شمالنا حقيقة أعلن نفسه من حوالي شهر ونص وهو يضم مجموعات تغييرية بدائرة انتخابية بشمال مؤلفة من أربع عرضي ثورة 17-20-2019 كانت لحظة قطيعة بين الشعب اللبناني وحكامه المافيا والميليشيا المتحكم فينا واللي كانت سبب كل مآسينا شكلها وحدة من عناصر الأساسية لشكلها للانتفاضة أو الثورة اللي صارت في 2019 كانت أنها لا مركزية فعمليا كانت من تشرب كل مدن وأغضية لبنان بالشمال عندنا بالدائرة الثالثة بالشمال هناك ائتلاف للقوى المعارضة الموجودة بالأغضية الأربع الأساسية اللي بتشكل منا الدائرة صار في ائتلاف على ورقة سياسية موحدة بتخلينا نخوض الانتخابات النيابية اللي جاي مشتركين على مشروع سياسي ونحن نطمح لأن نصبح مبعد الانتخابات حركة سياسية بالبلد نحن نعرف أنه كان بلحظة 17-20 لحظة الفورة الشعبية والانفجار الشعبي بكل مدن وقرى لبنان كان عندنا نقص بالتنظيم كونه الشعب اللبناني ما كان في عنده تشكلات حزبية أغلب التشكلات الحزبية الموجودة هي مشاركة بالصفقة المجزرة اللي صارت على دم الشعب اللبناني وعطل مستقبله فعمليا نعم نعم طب السيد جهاد يعني عمليا نعم نعم معظرني أنتم في دائرة الشمال الثالثة في معق القوى القوى المارونية يعني أنتم في صغرة البترون الكورة بشري هذه دائرة ليست بالدائرة السهلة كيف تضمنونها أن أحزاب المنطقة لا تقوم باختراق قوائمكم أو تؤثر عملية الترشح والانتخاب كيف تستطيعون أن تقنعوا الناس في أربع أقضية حساسة ومهمة صحيح نحن هذه الأقضية الأربعة هي الأقضية اللي فيها الزعامات المسيحية الأساسية الثلاثة والطامحين لرئاسة الجمهورية ما بعد انتهاء عاهد ميشيل عون حسب هني اعتقاده أنه حنسمح لهم يرجع يجي حدا منه الرئيس الجمهورية بس عمليا نحن رايحين نخوض المواجهة بأقر دار كل زعيم منهم أبدا مش عتلنينهم الشعب اللبناني ما عنا أي شك أنه حينحاز للقضية العادلة أصلا نحن جزء من الشعب اللبناني نحن منا تنظيم سياسي نحن منا حزب عم نروج لنفسنا نحن كل همنا أنه ننظم قوانا الشعبية تنقدر نسعى مع رفاعنا لبقية المناطق تنعيش ببلد طبيعي هذا أقصى طمونا بهذا الوقت لأنه اليوم نحن عايشين بوضع غير طبيعي عنا مواجهة شرسة نعم ولكن نحن عم نعد الأدى كما يجب نحن قوية كما يجب نحن اليوم أطلقنا انتخاباتنا التمهيدية لإختيار مرشحيننا واللي هتكون يشارك فيها من يريد من الشعب اللبناني الراغب بالتغيير إذا بدأت محاولة لخرق من الأحزاب السياسية هناك نحن عنا نظام رقابي وقدرين نعرف الأسماء اللي متسجلين للمشاركة باختيار المرشحين هتكون الانتخابات نازيهة حسب برنامج متعرف عليه دوليا وبرقابة اللادي المنظم اللبناني لمرقابة الانتخابات وما عنا مشكلة هتكون كتير شفافة القصة ما عنا خايفين من الناس الناس أعلنت موقفها واضح وجهارا أنه هي أطعت كل شيء وخصوصا بعد تفجير أربع قاب أطعت أي علاقة مع الطبقة الحاكمة حكما بعد عندهم مناصرين وبعدهم قوية وبالترغيب والترهيب والمساعدات لا شك ولكن نحن عم نعد قدتنا كما يجب باحترافية عالية بكفاءة عالية وما عنا أي مشكلة ناطرين الانتخابات وما حنسمح أنه تتأجل الانتخابات حنخوض الانتخابات بأصعب الدوائر ما عنا أي خوف من الموضوع طيب على افترض أنكم أكملتم هذه الانتخابات الاتمهدية أفرزت مرشاحين على أساس المعايير الكفاءة والنزاهة وضمن عمل لجان المراقب حتى لا تقوب القوة السياسية التقليدية بأحداث اختراق هنا أو هناك تعتقدون أن ما تقومون به هو بداية تغيير حيث أن قانون الانتخابات الذي أدخل عليه التعديلات كانت تعديلات طفيفة وليست جوهرية هل هذا الأمر بالنسبة لكم بداية تغيير التغيير الشامل لا يزال يحتاج ربما وقت طويل لإحداث تغيير في تركيبة القوى التقليدية أو المهيمنة على المشهد السياسي في لبنان صحيح صحيح نحن كلما عجلنا بإمكانية تنظيمنا وتفعيل حركتنا كلما سرعنا عملية التغيير الشامل إذا صح التعبير لأن الجهوزية الشعبية واضحة اليوم في نتيجة انتخابات نقاط الطب الأسنان وهي نقابة جديدة القوى التغييرية تحقق فيها نتائج فعمليا أي مواجهة تنخاض مع السلطة تحقق نتائج فيها أكثر من ممتازة تحقق انتصارات بكل المحلات أكيد الانتخابات النيابية ستكون مختلفة عن النقابية والطلابية ولكن المواجهة مفتوحة المعادلة كثير بسيطة خيار الشعب اللبناني من حاز للتغيير صاروا الكد رفضين من أزلهم على مدى 30 أو 40 سنة من دمرهم بالحرب الأهلية أو ما بعد الحرب الأهلية بانفجار المرفأ من سرع أموالهم من حطهم رهينة حروب لا شأن لنا بها الناس صارت عيرفين نحن مطلوب مننا كقوى تغييرية نقدر ننظم حالنا نقدر نوصل لكل الناس نقدر نقنع الناس بخطابنا والمعركة واصلة نحن طالعين وهذا عم نخلي الناس شركة معنا بالقرار عمليا شو معناتها الانتخابات التمهيدية الانتخابات التمهيدية عم تطلب من الناس من الناس الموجودين بالمدن والقرى تعاوا يكونوا شركة باختيار الأسماء اللي بدها تواجه المنظوم الحاكمي وهذا عم بيلاقي قبول كبير من عند الناس عمليا مش ع طريق الأحزاب لأن الأحزاب الأساسية لن تترك لكم يعني أساح تتحركون فيها كما تشاءون أنا أتمنى لك التوفيق جهاد فرح الناشط في تحالف الشمال شكرا شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة نهاية